اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النايب الاول لرئيس مجلس الوزراء بان الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا كوفيد 19 تستوجب تظافر الجهود والتعاون الدولي من اجل تجاوز هذا التحدي بنجاح واضاف سموه ان مملكة البحرين مستمرة في تقديم مبادراتها النوعية بعزم ابنائها ضمن جهودها للتصدي للفيروس وتعزيزا لمكانتها على الخارطة العالمية ابر اسهاماتها الانسانية المتنوعة والمشاركة في التجارب السريرية بما يحقق الاهداف المنشودة في الحفاظ على صحة وسلامة البشرية جمعا جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله عن بعد اليوم ليو جينج تشين رئيس مجلس ادارة شركة سينوفارم شركة الادوية الصينية والدكتور بينج تشاو الرئيس التنفيذي لمجموعة جي 24 والتي تتخذ من ابو ظبي مقرا لها حيث اعرب سموه عن شكره للجهود التي يبدلها القائمون على التجربة في الجمهورية جمهورية الصين الشعبية الصديقة ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة مشيدا بما ابداه الشعب الصيني الصديق من حرص على التطوع في التجارب السريرية بمرحلتها الثانية والذي كان له الاثر في وصول تجارب اللقاح المحتمل للمرحلة الثالثة بنجاح كما اكد سموه ان التعاون الثنائي بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في التجارب السريرية ينبثق من مسار العلاقات التي تزاد رسوخا يوما بعد يوم عبر توطيد اصر التعاون والتنسيق المشترك والحرص على فتح افاق اوسع على كافة الصعد متنين سموه على هذا الصدد في التعاون من الاشقاء الاماراتيين بالمشاركة في المرحلة الثالثة والتطوع من اجل الانسانية متمنين لكل القائمين على اللقاح المحتمل النجاح في كافة مراحل التجارب السريرية والسداد والتوفيق لهم في جهودهم الانسانية منوها ان الوصول لمرحلة اعتماد هذا اللقاح عالميا يمثل خطوة كبيرة في دعم الانسانية وتخليص البشرية من احدى اكبر التحديات التي واجهتها خلال الالفية الاخيرة وقال سموه ان مشاركتنا لابناء البحرين المخلصين وكافة شرائح المجتمع بالتطوع معهم جنبا الى جنب ضمن المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا نابعة من تطلعنا للمساهمة في ايجاد الحلول الامنة للقضاء على الفيروس من اجل الانسانية مؤكدا ان ما شهدناه من اسهامات المواطنين والمقيمين وتكاتفهم في هذا المجال هو مبعث فخر للجميع من جانبهم اعرب القائمون على التجارب السريرية ضمن المرحلة الثالثة للقاح فيروس كورونا ان عميقي شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام لتعزيز مختلف الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا بما يحفظ صحة وسلامة الجميع